بالحقيقة بعد مرور فترة طويلة على الانتخابات ليست بالقليلة أبدا وفي الأخير يعني يتفق الإطار التنسيقي على تسمية رئيس وزراء للحكومة المقبلة طبعا في ضمن السياقات المعتمدة يجب أن يتم اختيار رئيس جمهورية قبل أن يتم اختيار رئيس الوزراء نأمل في جلسة الخميس للمجلس النواب يتم اختيار رئيس الجمهورية بعد اتفاق الحزبين الكرديين على شخصية توافقية بالتأكيد سيتم انهاء وحل الموضوع بالكامل الموضوع المهم في هذه القضية هو اختيار رئيس الوزراء بالحقيقة نحن نمر بتحديات كبيرة جدا من أهم هذه التحديات الكبيرة هي معالجة الوضع الأمني ومعالجة الوضع الاقتصادي فضلا عن حجم التحديات الكبيرة الأخرى التي يتواجه العراقيين نتمنى أن يكون رئيس الوزراء المقبل السيد محمد الشاع السوداني كما تم الإعلان عنه هذا اليوم أن يكون على قدر المسؤولية في مواجهة هذه التحديات وأول هذه التحديات أن يكون قادرا على مواجهة قضية السلاح المنفلت ويحدد هذا الموضوع بالقيادة العامة للقوات المسلحة حصرا لطالما كل رؤساء الوزراء اللي تعاقبوا على العراق بعد عام 2003 كانوا يعني يواجهون هذا التحدي الكبير هل يتمكن السيد محمد الشاع السوداني من مواجهة هذا التحدي نقطة لا ستصدر وراها علامات استفهام متعددة لأن هذا مطلب جماهيري سيد محمد قبل الخوض بتفاصيل البرنامج الحكومي الذي يمكن أن يأتي به السوداني يعني التفاهمات السياسية هي الأولى اليوم هل هناك من تفاهمات بين الأطراف الثلاثة الشيعية والكردية والسنية على اختيار محمد الشاع السوداني قبل الذهاب إلى جلسة مجلس النواب التي ربما ستكون يوم الخميس للتصويت على تشيح السوداني بالحقيقة نحن لم نسمع لم نسمع لحد هذه اللحظة يعني هو لم يمر ساعة على اختيار السوداني لرئاسة الوزراء من قبل إطارة تنسيقي لم نسمع لحد الآن أي تيردود أفعال أو تصريحات من قبل الأحزاب الأخرى أو الكتل السياسية أو التحالفات الأخرى لحد هذه اللحظة لا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا من تحالف السيادة لحد هذه اللحظة لم نسمع أي تصريح بالحقيقة الموضوع المهم الذي يعتبره الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني فضلا عن تحالف السيادة هناك تحديات كبيرة على رئيس الوزراء أن يكون على قدر المسؤولية بتحملها ومواجهتها إن كان قادرا على هذه الموضوع بالتأكيد لا يوجد أي مانع من تبوء هذا المنصب التحديات الكبيرة التي تواجه العراق كما أسلفت لحضرتك هي قضية السلاح المنفلت وقضية الوضع الأمني المرتبك الذي يواجه العراقيين ولم يتم القضاء على مجاميع داعش الارهابية لحد هذه اللحظة نحن أمام هذه التحديات على السيد رئيس الحكومة التي يعتبر الجهة التنفيذية الأولى في العراق أن يكون قادرا على مواجهة هذه التحديات يا ترى هل الإطار التنسيقي تناقش مع السيد محمد الشياع السوداني هذا الموضوع هل محمد الشياع السوداني يخضع لإرادات سياسية أخرى أجنبية أو حزبية أخرى كما لاحظنا في رؤساء الوزراء السابقين هذه أسئلة حقيقة نسألها كعراقيين هل يتمكن محمد الشياع السوداني هل هذا يعني أن الكتل السياسية اليوم طالبت أو ستطالب الإطار التنسيقي بضرورة إضاحة الرؤية الكاملة للمرشح من قبل الإطار لحد هذه اللحظة حقيقة لم نرى سيفي شخصي لسيد محمد الشياع السوداني وليميشير سيفي الشخصي لهذه الشخصية نحن نعرفه كان وزير سابق في الحكومات السابقة وحقيقة عرفنا بعض التفاصيل منه وكان مسؤول لحقوق الإنسان كان وزير حقوق الإنسان ولذلك حقيقة هذه الشخصية اللي ربما تبوأت مناصب في حكومات سابقة هو يعرف جيدا حجم التحديات التي تواجهها العراقيين حقيقة إذا كان على قدر التحمل لمواجهة هذه التحديات بالتأكيد سيحظى بقبول كل الأطراف السياسية بما فيها التحالفات الأخرى يعني أقصد تحالف السيادة والتحالف الكردستاني تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحالف السيادة زائدا التحالفات الأخرى إذا كان حقيقة السيد السوداني يواجه هذه التحديات بشراسة وقوة فبالتأكيد سيحظى بقبول إذا كان لا ينتمي لأي جهات سياسية أو يخضع لإرادات سياسية أو يخضع لإرادات أجنبية فبالتأكيد سيحظى بقبول طيب سيد محمد يعني السوداني رشح قبل تكليف السيد الكاظمي برئاسة الحكومة الحالية عبرا على المقاطعة السوداني رشح من قبل الجهات أو الكتل السياسية في عام 2020 لتسلم منصب رئاسة الوزراء ولكنه رفض في وقت كان فيه السيد الصدر هو من أهم المعنيين باختيار رئيس الوزراء هل يمكن أن يرفض اليوم السيد السوداني لذات الأسباب التي رفض فيها عام 2020 سيما وأنه عضو سابق في حزب الدعوة ولديه من الإمكانيات في الوقت ذاته التي تمنح الإطار الأولوية في اختيار التشكيل الحكومية وكذلك البرنامج السياسي ما يمكنه اليوم من البقاء إطاريا دون أن يكون رئيسا للوزراء بشكل عام بالحقيقة بعد خروج التيار الصدري من العملية السياسية بالكامل وخروج نواب التيار الصدري من البرلمان أصبح الإطار التنسيقي يمثل الكتلة الأكبر وبالتالي هو يطلع بترشيح منصب رئيس الوزراء لكن بالحقيقة لحد هذه اللحظة لم نسمع أي رد من قبل التيار الصدري ومن قبل السيد الصدر على وجه التحديد لم تصدر أي تغريدة لحد الآن لربما يكون السيد الصدر قد قبل بالسيد السوداني كرئيس وزراء مقبل أو لم يقبل لحد هذه اللحظة حقيقة لم يصدر أي شيء من التيار الصدري إذا لم يقبل السيد الصدر مرشحي الإطار وهو في العملية السياسية كيف له أن يقبل ترشيح السوداني وهو خارج العملية السياسية؟ السيد الصدر فاعل قوي بالعملية السياسية شاء من شاء وأبا من أبا السيد الصدر فاعل قوي جدا سواء كان خارج العملية السياسية أو داخل العملية السياسية سواء كان نوابه داخل البرلمان أو خارج البرلمان السيد الصدر يمثل شريحة واسعة من الشعب العراقي وبالتالي حقيقة رأيه مهم ورأيه يؤخذ به حقيقة لأنه لا أعتقد هناك رئيس وزراء سينجح ببرنامج السياسي إن لم يكن قد حصل على موافقة التيار الصدري وموافقة الأحزاب السياسية الأخرى والتكتلات السياسية الأخرى المهمة بالبلد لأنه حقيقة منصب رئيس الوزراء يحتاج إلى تعاون واسع وتعاون كبير لأنه المرحلة المقبلة التي تواجه العراقيين مرحلة حساسة جدا مرحلة مهمة جدا مثلما أسلفت لحضرتك هناك تحديات كبيرة يعني إذا كان السيد السوداني قادر على مواجهتها فسيحظى بقبول العراقيين جميعا وسيحظى أيضا بقبول التيار الصدري وقبول التحالفات السياسية الأخرى الشعب العراقي يغلي الشارع العراقي يغلي بأمس الحاجة إلى اختيار حكومة وطنية حكومة وطنية يعني حقيقة مجردة من الانتماءات الجانبية لا تخضع لأي إرادات سياسية أو لأي إرادات أجنبية حكومة عراقية قادرة على تلبية مطالب المتظاهرين حكومة عراقية قابلة على مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة قواتنا الأمنية تتعرض إلى هجمات متعددة يوم أمس وقبل أمس واليوم يعني قواتنا الأمنية تعرض إلى هجمات متعددة من قبل مجامع داعش الإرهابية وعطينا خسائر غير مبررة بسبب استمرار تواجد مجاميع داعش فيما حافظ الصلاح الدين وجنوب نينوى وبغداد وفي كركوك وبالتالي حقيقة يجب أن يتم القضاء على هذه المجاميع الارهابية على الحكومة المقبلة أن تأخذ بنظر الاعتبار هذا التحدي الكبير والمهم فضلا عن التحدي الاقتصادي الكبير الذي يواجه الوضع في العراق فضلا عن قضية شحة المياه وشحة ارتفاع الأسعار والبطالة وغلاء المعيش سيد محمد دعني أنهي في سؤال مع العجالة الكتل السنية اليوم حسمت مرشح رئاسة البرلمان بالسيد محمد الحلبوسي ها هي الكتل الشيعية ممثلة بالإطار التنسيقي تحسم قضية اختيار رئيس الوزراء على الأقل أنها رشحت شخصية معينة اليوم الحرج كله يقع على الكتل الكردية كيف ستحسم ملف رئاسة الجمهورية قبل الجلسة المحددة يوم الخميس نعم ما على الحزبين الكرديين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلا أن يذهبا بمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية وأعتقد اللقاءات الأخيرة التي حصلت بين السيد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني السيد مسعود برزاني مع السيد بافار طلباني بالتأكيد أفضت إلى نتائج إيجابية فضلا عن اللقاء الذي أعقب هذا اللقاء مع السيد وزير الخارجية مع السيد بافار طلباني بالتأكيد أنهم توصلوا إلى اتفاق ليست نهائي ولكن اتفاق حصل كما هو معلوم وكما سمعنا بترشيح شخصية توافقية لإشغال منصب رئيس الجمهورية بالتأكيد سيذهبون إلى جلسة مجلس النواب المقبلة بمرشح توافقي من قبل الحزبين الكرديين لا خيار غير هذا الخيار وهم حقيقة يتفقون أنا متأكد أنهم سيتفقون على ترشيح شخصية توافقية لإعاست الجمهورية